النهاردة محكمة مستأنف الاقتصادية برأة حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين كمان طبعاً تعرفين دولوا لو تتذكروا من شهر أربعة اللي فات تم تعمهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة كانت بتتحطى على مواقع التيكا توك النهاردة المحكمة ألغت الحكم السابق بالحبس اللي كان سنتين لكن أيدت الغرامة لمودة الأدهم فقط وطبعاً قيمة الغرامة دي 300 ألف جنيه مصري محامي مودة الأدهم قال إن بكرة هيتم دفع الغرامة وده طبعاً تمهيداً لإجراءات إخلاء سابلهم يعني الموضوع أكيد ليه أبعاد ما بأنه شغل للرأي العام فهي قضية رأي عام فإحنا محتاجين نعرف أكتر تفاصيل عن الموضوع ويمكن أنا عندي بس جملة حاببة أقولها بأنه صحة فيه هذه القضية ضمرت بنات كتير جداً طبعاً ما حدش بيقول الشرطة بتعمل شغلها بس لو كانت الشرطة بس هي دليل الإدانة ما كانش بقى فيه نيابة ولو نيابة فقط هي دليل الإدانة ما كانش بقى فيه محكمة ولو محكمة أول درجة هي سبيل الإدانة ما كانش فيه تاني درجة إذن لكل واحد خاطف عرض البنات أو انتهجهم أو اتهمهم بالرزيلة ده فيهم بنت أبوها مات من القهرة عليها وده جزء أنا أنشط فيه المجلس الأعلى للإعلام والمجلس والهيئة الوطنية للصحافة نحن نحط دوابط مين يتقال اسمه ويتنشر إيه إحنا اللي تعلمناه أنك لا تنشر اسم أحد قبل الحكم النهائي من المحكمة ولكن تجريس واغتيال معنوي سيظلوا مدى الحياة كل ما تدخل على جوجل تحط اسم واحدة فيهم هيطلع لك أنها محرضة على الفسك والرزيلة بس هي وعائلتها وعائلت كل حد يمس عائلتها يعني مثلا لو أي حد فيهم متزوج من العائلة أخوتها البنات أكيد حصل حاجات كثيرة